صحيح أن الإصابة بمرض قصور القلب لا تعني أن القلب توقف عن الخفقان أو أن توقف دقاته صار قريبا لكنه لا يعني أنه يمكن الاستهانة بخطورته التي يؤدي إهمالها إلى الوفاة تعبت ورحت والتشخيص كان غلط برضو من أطباء وكان نتيجة أن أنا عملت دعمات وعملت أسطرة وبأخذ العلاج لغاية النهاردة بس الحال الواحد لما عرفت أن فيه جمعية مصرية لمرض قصور القلب فأنا جئت علشان لأن أنا حاجة زي كده تمني لأن الواحد بيعاني من مرات كتيرة بيبقى تعبان ومش عارف يروح فين أو يعمل إيه يحدث قصور القلب للمريض عندما لا يكون القلب قادرا على توفير كمية الدم الكافية للجسم ومرضى السكري وضغط الدم والمدخنون وأصحاب نسب الكوليسترول المرتفعة هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هو ليه طرق للوقاية من أن أنت تحفظ على نسبة كوليسترول لك أننا ما يبقاش فيه استرس ودهي طبعا حاجة كرة طبعا أن شد العصبي ده هو أكتر حاجة بتعلي الضغط وبتجيب الأمراض أن كمان ما يبقاش فيه مجهود زيادة عن اللي أنت متعوي يعني فهمش فوق طاقتك لأن لو فوق الطاقة مع الشد العصبي مع كوليسترول أكيد لازم بيحصل حاجة في القلب وتسليط الضوء على معاناة مرضى قصور القلب وتقديم يد العون لهم من أجل تخفيف معاناتهم ورفع روحهم المعنوية أحد أهداف الجمعية المصرية لرعاية مرضى قصور القلب التي دشنت لأول مرة في مصر أول جمعية مصرية لرعاية مرضى قصور القلب في مصر ويمكن في الشرق الأوسط هدفها هو تأليل المعاناة عن عدد كبير من المرضى اللي بيعانوا من المرض دوت مرض قصور القلب هو عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة تسمح للجسم بقيام وظيفه حوالي 2% من البالغين يعانون من مرض قصور القلب وتزداد هذه النسبة إلى 10% لمن هم أكبر من 60 عام عوامل عدة مسببة لحدوث مرض قصور القلب الذي يكمن خطورته في تطوره التدريجي دون ظهور أعراض واضحة له مما يساهم في التأخر بتشخيصه ليصبح أمراض القلب عامة سببا رئيسيا لحدوث الوفاة في مصر والعالم محمد هاء الدين الحياة اليوم